السلام عليكم فيديو جديد يوميه الأحد بزاف للإخوان كيسولوني تقول لي ايشنا ما الحواج اللي خصينا نديره من نوصله الكندا كمهاجرين جدد كان بزاف الحواج اللي خصينا ندير ولكن انا غنقول لك اليوم وحده اللي خصينا ندير وهي فتح حساب بنقي علاج لان جل العمليات سيكونوا عبر الحساب البنقي و جل الفاكتور ستخلصهم عبر الحساب البنقي هنا ما عندهم شديك سير الإدارة وتخلص غرف غرف البنك او منتدار في الكند كل البنكات تكون عندها واحد لاكسي وكتدخل هنالكليون اللي عندك مثلا دو البرمي المهم غير حاجة اللي ستخلصها من خلاله تكون غير فضل وكتدخلص المهم هذه عملية سهلة سوف تكون هنا الناس سوف يقومون بكم و الانترنت سوف يكون هناك كل شيء وهو فتح الحساب البنكيرا مهم جدا 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 والشيء الذي لا تفجأ لها هو أن البنكات هنا سهل لكي أعطيك كارت دو كريدي سهل سهل و لا تتعرض لكي أقترح لكي أخبرك كارت دو كريدي من طبيعة الحال أنت تعرف التصرف الكارت دو كريدي كتأخذها لأنه لكي يكون لكي أخبرك كريدي لكي يتعرفون بأنك تتعامل جيدا في كريدي دو كريدي إذا تريد تشري دار أو طنوبيل هذه الكارت دو كريدي تتعاون وحتى هذه الكارت دو كريدي تكون لكي تتعاون مثلا هذه السيارات التي رأينا البارح في الجولة عندما تريد تشري سوف تكون لكي أخبرك كريدي إذا لكي تكون لكي أخبرك كريدي وتكون لكي أخبرك كريدي وحتى في التبضع لكي تريد تشري الماكلة كل هذا تستطيع تشري بكي أخبرك كريدي وفي هذه المعاملة له وعنده الكريدي متراكم عليه وتقول لكي أخبرك كريدي ويجب أن تكون لكي تتعاون وإذا لم يتمكن من تشري دار أو طنوبيل أو شيء يدخلوا في الوصف تلقوا بأنك تستطيعوا لكي أخبرك كريدي وهمتون أن تكون لكي أخبرك كريدي وهذا كان لكي أخبرك كريدي قد مستطاع ديالك مثلا الماكلة ديالك فراش شهر رجع من يتخلص هنا تخلص ال 15 يوم من يتخلص رجع هنا عندهم بزاف الناس غارقين بالكارت كريدي يأخذ الكارت كريدي من هذه البنكة وعند راستي يقول سنأخذ من عند هادي ونخلص الكريدي اللي عليها عند البنكة تصدق غارق فيهم بجوج ويجب أن يتخلص هنا عندهم الناس الذين يتخلص ليس شركة انتظر كشخص عادي ويجب أن يتخلص ويجب أن يتخلص هذه الحوالة يجب أن تتخلص منهم سأخذكم على خير ويجب أن يتخلص كريدي اللي عليهم وكلما تتعاملون في البنكة يجب أن يتخلص 500 دولار أو 600 أو 1000 دولار ويجب أن يتخلص معاملة ويجب أن يتخلص كريدي ويجب أن يتخلص حسب معاملة نتخلصكم على خير وإلى الملتقى في فيديو آخر بحول الله السلام عليكم شكرا شكرا